السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي واخواتي وحشتوني وحشتوني جدا. احمد شبير او الاعلامي احمد شبير طالع بتصريحات بيتكلم فيها عن المدير الفني مارس الكولر وعن اللعيبة اللي معاه. وبيتكلم في حياة كتير. طبعا قبل ما اسمعك بقى الفيديو هسمعك الفيديو نفسه. قبل ما اسمعك الفيديو جاهز المشروب بتاعك عشان تركز معاه. ورجع لي تاني عشان فيه كلام كتير عايز اقول. النهاردة النادي الاهلي عنده اخبار طيبة. حسين الشحات عادل التدريبات وقابليه مارس الكولر. رجع للتدريبات هو الاخر بعد نزلة البرد الشديدة اللي كان بيعاني منها. وحسين الشحات دخل بشكل جيد. في حالة كده من الكيميا الطيبة ما بين المدرب وما بين اللعيبة. ايه هي? انه هو مش بيسرف في المحاضرات. ما بيحبش المحاضرات الكتير. يعني في تمرين يقعد مع لعبها خمستاشر ديئة عشرين ديئة بكتيره. وساعات ما بيعودش. يعني ساعات ييجو على الملعب بس لازم يخش يسلم على كل لعيب يتطمن على كل لعيب. وعمل حالة انضباط داخل غرفة الملابس. زل انا قلتولك قبل كده. ممنوع الموبايلات ممنوع الكلام ممنوع مش كلام ما بينهم من بعضهم يعني. اي حاجة وسائل التلفونية بتاع ممنوع خالص. بتدخل قط اللبس وتلفونك مش معك. او مقفول وحطه في طلابك انت حر يعني. لكنه اه كل ده ممنوع ولا في غرفة العلاج ولا ولا حتى وانت بتاكل. ممنوع. خالص يعني. بس عامل حالة من الالفة بينه من اللعيبة يعني. حتى اللعيبة بتلعبش. مش زعلانين منه يعني. اكل اللعيبة زلعب. بس هم حاسين انه في حاجة جديدة موجودة من الاحترام من الانضباط من السيطرة على غرف الملابس من الجانب الفني. وده امر جيد يعني. بقولك حتى اللعيبة اللي ما بتلعبش يعني. هو الراجل قرر انه هيعمل يوم الاتنين اه مباراة. عايز بس اشرحها لكم. لانه اه المفهوم غلط عند الناس. لو افترضنا مسلا انه بقولك ما بلعب مع فريق الشباب. نافترض مسلا فريق الشباب مسلا اه اه حمزة علاء اه شرقية محمد اشرف احمد اشرف اه احمد حمدي المجموعة شباب الجميلة دي اللي شفنا عدد كبير جدا منها السنة اللي فاتت سواء في الدوري او في الربط. فما بيجيش الفريق ده يلعب مع الفريق كبير خالص. اولا بتوع المنتخب اوضهم راح. خلاص بر. ريحهم عشان يروحوا لمنتخب فريش يعني. افشى على طاهر على الشناوي على اه متولي على كل المجموعة الجميلة اللي راحت للمنتخب الوطني. فبيعمل ايه بقى? هو بيجيب مسلا مسلا. اه 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 سردباك مسلا اه او في وسط الملعب دلوقتي مين? عمر السلية. ويحط جنبه مسلا احمد اشرف. دول في فرقة. يواجه مسلا اه نقول اه كنت اقول مسلا الحمد فاتحي لو كان موجود ومعاه اه كوكا. مسلا كده. فبيجيبش فريق الشباب يلاق يلعب ضد فريق لا هو بيعمل ميكس ما بين الفرقتين. بس بياخدها بشكل جدي. انها مباراة وانه اه تحكيم ويعملالهم بشكل كويس يعني عشان. والتحكيم ممكن يكون مدرب يعني بس تأسيمة كاملة. ايه الميزة? اللي فيها? الميزة انه ممكن حضرانك تكون ما بتتمرنش مع الفريق الاول لكن هو بيشوفك زي محمد اشرف كده. ما بتمرنش بس لعبه المباراة اللي فتحت الدخلية. فبتبقى تحت النظر على طول. ايه الميزة انه ممكن واحد مسلا زي زياد طارق يلعب المباراة دي مثلا يعني. او محمد محمود. محمد محمود صعبان عليا جدا بصراحة زياد او بيلعب مطشاة الفين واحد. محمد ممنوع. ان نلعب مباراة الفين واحد. هما سامحين للحراس بس. ده قرار غريب جدا يعني. واللي كانوا زيقلوا مني لما انا قلت طب الاهلي ما طلعهمش اعارة ليه? لسه بجدد كلامي ومصمم على وجهة نظر انه كان لازم يخرجوا اعارة. لانه تلات شهور يعني ضاع عليهم. بلا مناسبة. لا حيلعبوا في شهر يناير في الاهلي. ولا لعبوا في حتة. والاهلي ملتزم بمرتباتهم. فكان مكسب للنادي انه مشيهم اعارة. وكان مكسب للعيبة انهم يلعبوا يظهروا. لكن تفضل ما اععدوا لحد شهر يناير مالهاش لازمة يعني. فانا وجهة نظر في الحاجات دي ثابتة على فكرة ما ما بتتغيرش يعني. الناس اللي بتزعل والناس تطلع تشتمني والناس بتطلع تعمللي اه حلقات مخصوصة على اليوتيوب ما مغيرش الرأي يعني اه. في حاجات كده عندي عندي ثبات فيها. ايوما كان افضل حمد نحمود وزياد يروح يلعبوا في نادي ولا يعودوا في النادي من غير ما بيت مرانوا مع فريق اول. ايوما كان افضل الاهلي يتشل من على كاهله المرتبات ايا كان بياخد جنيه بياخد عشرة بياخد الف ولا يبدل يدفع للعيبة ما بتلعبش. منطق كده وعقل يعني. لكن المهم انه في حالة من من الراحة من الهدوء وبعدين هيلعبوا المباراة الودية يوم الاتنين وبعدين يتوكلوا على الله ياخدوا اجازة خمس ايام من تسعة الى تلتاشر آآ نوفمبر يعني. في اخبار طيبة عن قرب عودة عمار حمدي بيعملوا له خلاسات بدنية وعلى اساسها ان شاء الله يعود الى المران مرة اخرى. ويا ريت قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا النادي الاهلي وجد ضلتكم. دي حقيقة. احنا في الاهلي او اي مدير فني كان بيجي يمسك الاهلي باستثناء اي مدير فني كان بيجي النادي الاهلي كان بيلعب على حاجات معينة. ايه هم? اربعتاشر لعب هم دول اللي معايا هم دول اللي عامل بيهم الموسم هم دول اللي مش عارف كده. عشان كده لما كان بيجي لك اصابات بتبقى مضطر انك انت تجهز لعب. لما كان بيجي لك توقف في لعب كان لازم انك انت تجهز لعب مكانه. ودي كان بتعمل مشكلة مع النادي الاهلي. في اهدار النقط. يعني اها في النقطة ان فيه نقط بتروح منك. في ان فيه مطشاط ممكن تروح منك. تمام? ده اللي احنا عارفينه. صح? ولا لأ? لما جاء لك اعملك عادة تدوير في اللعيبة. صح? صح. ما شاء لك الحاجات العب على النادي الاهلي واللي كانت موجودة عشان خاطر بس اهليه. مش عايزين بقى ايه? او انا مش حابب ان انا اجيب اسامل. اظن ان احنا كلنا عارفينه عارفينهم واحد واحد. وفيه لعيبة كانت موجودة على على النادي الاهلي. فانهيني فيلر طلع لك الحاجات اللي هي كانت رخمة واللي كانت متائلة النادي الاهلي مش مخليها عارف ينطلق. فلما جي موسيماني فلما جي موسيماني طبعا لعب بالتشكيل بتاع مين? تاع ريني فيلر. صح? صح? وكمل بيهم وخد بطلوات واللي احنا واللي احنا عايشناها. لما جالك بقى مارس الكورر اول حاجة عملها في الفترة اللي ما كانش فيها مباريات ساعة انتهاء الدوري الموسم الماضي. في الفترة اللي هي الشهر دي بدأ يشوف اللعيبة اللي هو محتاجها. وقد كان شفنا لعيبة تقريبا انت ذات نفسك ما كنتش مقتنع بيها في الموسم اللي فات ودلوقتي انت بتشوفه. فبالتالي انت بتتكلم لعبت بعد كده مطشين في دوري ابطال افريقيا كسبت فيهم التحديد المنستيري. جيت بعد كده لعبت مباريتين في الدوري المصري مع الاسماعيلي اول مباراة. وتاني مطش كان مع اسوار وكسبتوه بالعلامة الكاملة. وجيت لعبت مبارات السوبر المصري كسبت نادي الزمالك. وجيت لعبت الداخلية كسبتوهم اربعة واحد في الدوري المصري. دلوقتي بقى انت بتتكلم في فترة التوقف عشان خطر المنتخب واخد لعيبة. فهو دلوقتي عايز يشوف اللعيبة اللي هتلعب معاه. فبالتالي لازم يشوف العناصر الاساسية اللي راحت المنتخب. واللي هو هينزل مكانه. علشان خاطر يبقى مفيش حاجة اسمها ان لعب مشي خلاص الاهلي بقف. ممكن يقع او مش عارف ايه. لا انت بتتكلم في اربعة لعيبة تقريبا او خمس لعيبة راحوا المنتخب. فاحنا دلوقتي المفروض ان احنا. المفروض يعني لو احنا على ايام موسماني كنزبانا بنعاية دلوقتي. او لو احنا على ايام حساب البدري كنزبانا بنعاية دلوقتي. في وجود ان انت الدوري بتاعك هتلعب فيه اربع مباريات في فترة كاس العالم. تمام? لا هو بيشوف لعيبة جديدة عايز عايز الدم ما يقفش. عايز الدم يفضل شغال في النادي الاهلي. ودي اللي بينجح فيها فعلا مرس الكولار. وهو ده اللي جمهور النادي الاهلي كان عايزه. كان عايز ان النادي الاهلي ما يعطلش. اه لعيبة بتتوقف لعبة بتتصاب. لعبة بتروح منتخب. لعبة مش عارف ايه. عايز الاهلي ساعة ما يكون فيه مباراة رسمية لازم يكون موجود بالتشكيل بتاعه ان هو يكسب. وده اللي عارف يعمله فعلا مرس الكولار. وده انا بشيت بيها المرس الكولار. تمام? طبعا انت بقى لو عندك حاجة تانية برضو عرفها لي برضو في كومنتات. او فاهمها لي ممكن تكون غايبة عننا. وصلنا لنهاية الفيديو طبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعرفني ارأيك فالكومنتات ولو في حاجة ما اعجبتكش في الكلام عرفها لي برضو فالكومنتات. فطبعا لو الفيديو عجبك وانت بنتباني مع ن Survival اليوتيوب متنساش تعمل سبسكريب للكنال. وتفعل زر الجرس عشان اوصل على كل جديد بتاعي ووريت برضو انك ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت بنتباني عن طريق الفيسبوك يا ريت ما تنساش تعمل فولو او متابعة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد بتاعي ويريت انك انت ما تنساش تعمل شير علشان فاطر الفيديو بتاعي يوصل لأكبر عدد من الجمهور الاهلي. ودلوقتي اقدر لكم ايه? سلام.